مرحبا بكم جديد. عودة ميمونة إن شاء الله للدراسة لكم. موسم جديد إن شاء الله 2020-2025. التلاميج اللي كانوا متبين معي العملية فات في طان كومة. أنا مستمر معكم هذا العام في أولى باكاروريا. هل قدموا دروس أولى باكاروريا بالنسبة لمادة S20. كما كنت تعرفوا في أولى باكاروريا. سيكون 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 وطال علم الجربي. وأن هناك تختلاف قليلا في الدراسة. في هذا الفيديو نحاولنا نتعرف على ترتيب الدراس. درس بدرس. ومع ذلك. وهذا الشيء كامل سيتلقاه في القناة لدينا. كم دروس الذي قمت بها وكم دروس الذي ما زال نزيد نخدم عليها في هذا المسلم إن شاء الله. قبل أن أبدأ نشرح لكم ترتيب الدراس. سنطلب لكم أن نجد دروس هذا. سيكون قبل أن يبدأ يبدأ قبل أن يكون أفضل قليلا في الدراسة. حسناً. دخل إلى اليوتيوب. تقلب إسمها. اشترك إلى دراسة تقلب على دراسة. ودخل هنا تقلب على دراسة التي قيتها في الصورة. سنجد أن تكتشف هذه دراسة. دروس ترتبع من بردام الأولى والزوجة إلى آخر. من بعد أن تتعرف على ترتيب الدرس الذي سنشرح لكم في هذا الفيديو يمكنك أن تتعرف على ترتيب الدرس في القناة لا تنسى أن تشاهد الفيديو مع أصدقائكم وإشتراك إذا كنت أول مرة تكتشف القناة لذلك مشاهدة ممتعة تلاميذ السنة الأولى باكالورياء خياة فرنسية أو خياة العربية مرحبا بكم من جديد إذا نعطيكم اليوم عندنا المحور الأول وشافه في لغياليزازيون دو لكارت باليجيوغرافيك دين غيجون إنجاز الخريطة القديمة دير واحد المنطقة معينة دو قادي نشوفو مجموعة من الدراسات الإحصائية لزيتود ستاتيستيك اللي كيد دارو على الرواسب دو قا تعرفو أن الرواسب كين بزاف دير الرواسب كين الرمل كين طين إلى آخره دو قادي ناخدو هاد الرمل إكزاكتون مولي صابل وندروا عليه واحد دراسات إحصائية باش نشوفو مجموعة من المعلومات اللي غادي قدمنا هاد الوصابل هادا فيما يخص الجغرافية القادمة ديال واحد المنطقة دو قا ديش تدخل في الديطاي أدلا نعطيكم غير العناويل الكبيرة لغادي ندرسوا منسبة الدورة الأولى ولا منسبة الدورة الثانية إذا قلنا أول حاجة عندنا هي لغياليزازيون دو لكارت باليجيوغرافيك ديون غيجون الإشارة فهد الورقة هذه هي مقتطفة من موقع ديال ألو سكول إذا الوحدة الأولى هي هذي لونيته اللولة بالنسبة لونيته الزوجة هي لبخانسيب ستراتيغرافيك بخانسيب ستراتيغرافيك وعندنا ما يسمى بلا شال ستراتيغرافيك إذا عندنا المبادئ ستراتيغرافية دو قد نتمنون لمجموعة من الأحداث باش نعرفه تسلسوا الزماني ديال أحداث الجيولوجيا اللي وقعوا في واحدة المنطقة معينة وبناء عليها غادين نديرو أو غادين نبنيو ما يسمى بواحد سلم ديال الزمان الجيولوجي اللي كتسمى السلم ستراتيغرافيك لشال ستراتيغرافيك دو قد نعود نذكر عندنا لونيته اللولة هي هذي لغياليزازيون دو لكارت باليجيوغرافيك وعدنا لونيته الزوجة هي هذي اللي كتسمى اللي برانسب ستراتيغرافيك اللي تابلسمون دو لشال ستراتيغرافيك وفنالما ننتظر با كارت جيولوجيك الخريطة الجيولوجية ديال واحدة المنطقة معينة بنسبة له هذي جوج داليكور اللي كان لنا كالي كي دالهم مع الوحدة اللولة لغياليزازيون دو الكارت باليجيوغرافيك وليكا تتعلق بلا سيديمانتاشون وليميليو سيديمانتر ترصوب واوساط الترصوب واضح هذي بنسبة الفرود هدي يكون عندها جوج ديال الفرود في الدورة اللولة وجوج ديال فرد في الدورة التانية هاديندوزو الدورة التانية ديال سيونس مات سيون سمات دونك عدنا واحد الوحدة اللي كتتعلق بلا ناتور اي ميكانيزم دو لكس برسيون دي ماتريل جينيتيك هذي نعرفون بفهم دي الانفورماشن جينيتيك الخبر الوراثي شاك نقصد بهذا الخبر الوراثي والتعبير دير هذا الخبر الوراثي كيفاش كنعبره لهذا الخبر الوراثي ما يتعلق بالأدين دونك عدنا الخالية كما كتعرفو فلوس ديرها كين النواة هذي النواة الداخل فيها ما يسمى بالخبر الوراثي واللي هي جزئة الادان ممكن ندر واحد البحث على هات الشي هذا دونك السفاد الوراثي يعدنا على مستوى الخالية بالضبط على مستوى النواة دونك ما ندخلش بالتفاصيل او بالتفاصيل حتى نوصل لهذا البرتي ونشوف هات الشي جماعة واضح هذي كيمة العضاء جوج دي الفروض في الدورة الثانية بالنسبة اس ام سون سمات هذي نتاقلو سيونس اكسبريمونتال السيونس اكسبريمونتال كما قلنا كان ثلاثة ديال الدفاع عندنا هنا هذي ثلاثة ديال الشابيط خاوتاني اخران عندنا لابرودكشون دولا ماتير اوغانيك الفلي دولانيرجي ينتاج المادة العضوية والتدفق الطاقة لدينا نتكلم على تبادلات الغازية الزيشانج غازي تبادلات اللي كديرها النباتات اللي بلانت كلورو فيليا النباتات الخضراء وكيفاش كتنتجنا المادة العضوية تركيب الضوئي واضحة كيفاش نبتع كتنتص الأملاح المعدنية والمواد اللي كتحتاج وكتنتجنا المادة العضوية اللي هي الماتير اوغانيك اتخافير هذا الفينوميل اللي هو الفوتو سنتيز واضحة بوي ادنتقلو يعني نسبة السكور في ree اليسر مدينة علاقية علاقية والتعامل principalement le taux de glycos et finalement on va terminer par ce qu'on appelle la communication nerveuse tawassol l'assabie a déchauffé les bignettes l'assabia que ce soit où je t'en foussaint est l'aidé donc les systèmes nerveux de l'axola les bignettes l'assabia principalement les structures nerveuses qui vachent qui est une garelle suya là à l'assabia lié à l'influ nerveux. Donc assez ce qui est là il y a un autre qui est tr actors au responsable de cette science expérience. Donc en fait, je vous répète un peu de productos dans la première horaire, mais l'anfa-tour. C'est un peu d'un trajetif. Donc c'est comme ça, j'ai d'une autre et l'autre, en ce à l'autre, hanno par la chaîne l'acsoisse, qui va être en visite de YouTube. Hier on va avoir le lien en visite de l'évite de l'ancien تمنىكم حد موفق بداية موسم موفق إن شاء الله إلى اللقاء